فكرة القابل اللي بروح لمحكمة فكرة القاضي فكرة المتهمين فكرة التعاطف مع المجني عليهم فكرة الانتصار للعداد شوف من اللحظة الاولى وهو ابن احياء شعبية رحى وجهة سواء الحلمية او ما قبلها طول الوقت هو فيه احياء شعبية واحياء شعبية فيها المزيج المصري بتاع انها تبقى شوية حياء شعبي لكن فيها روح الطبقة المتوسطة اطرفها على حدودها الاحياء الغنية المؤثرية فيحصل هذا التماذج الرهيب من كل الاطياف والطبقات في حياة عادل امام وهو بيتكون وهو كمان عادل امام بيتكون بيكون في عصر مليان تحولات استعمار بيمشي احت الجلاء بيحصل عبد الناصر وصورة ويشارك هو جوه حمى هذه الاحداث كصبي وكشاب يندم على نصف ما فعل وقتها بطبيعة الحال ومنها مشهده العظيم عادل امام وهو يعلن ندمه على انه شارك في هذه الجمهارة اللي راح تحاول الاعتداء هل عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة مدفوعين بيه الزباط الأحرار ومجموعة اللي شغالوا مجموعة من المأجورين علشان يفسدوا على مصر دستورها ويفسدوا على مصر ديمقراطية شاف هذا الرجل الذي يعرف يعني عادل امام مش بس بقى جوه الأجواء دي لا وكمان عادل امام مثقف يقرأ ويطلع وينشغل ومهموم بالوعي ومهموم بالأسئلة وبالمعرفة حاجة كده مش موجودة دلوقتي خالص عادل امام مش موجود دلوقتي خالص ك للأسف زعيم بلا واستاذ ومدرسة بلا تلاميذ للأسف ليه لانه هذا الرجل يبدو كأنه يعني رجل فريد في نوعه ورغم انه كان يمنح الجميع فرصا ويعني ويحتضن الجميع موهبة الا انه ما ما خلناش نقدر نقول انه نتلامس ربما يأتونا بعد ذلك لكن الان هو فريد في نوعه الى حد انه لا يلامسه احد لا يطاوله احد لا يصل الى قابته احد لا يعرف ما يعرفه احد ازاي الكائن ده اللي ثقف نفسه ثقافة محدش هيقولك ده واستسفى الجمعة ولا يدرس مخادرات لكن يقدر يقولك انه يستطيع ان يحاضرك في الحياة ويستطيع ان يحاضرك في الثقافة ومسحة الوعي المصري الفطري اللي طورها بالمذاكرة وبالاراية ومحاولات المعرفة وبالاحتكاج بالاخرين الاحتكاج بالمثقفين والاحتكاج بالمفكرين والاحتكاج بالسياسيين وفضل طول الوقت هو ممثل المواطن المصري مش ممثل السلطة المصرية وهاجيناك في المشوار واحنا مع بعضنا لاخر يعني افلام عاد الامام طول الوقت هو النموذج المواطن المصري هو الممثل المواطن المصري هو ابن هذا الوطن حتى لما بيبدأ أعماله المصرحية فأنا هو وهي ثم بعد ذلك منطلقة للعالم السيليمة ويعمل مجموعة من الأفلام الصغيرة على آسف يعمل مجموعة من الأدوار الصغيرة في أفلام بدأ فيها أنه فنان كبير في أدوار صغيرة أجمل أفلام عاد الإمام في شبابه اللي كان بيقدم فيها أدوار صغيرة كان فيها كبيرا إلى حد مزهل خفة الظل المصري الثقل ابن الطبقة المتوسطة وعي الشاب تمرضه زكوته كل ده متجسد في عدد من الأفلام الكثيرة جدا اللي هو من هو صغير جملته طبقة مثلا من أقول بلد شهادات دي بلد شهادات عاد الإمام أكتر نجم مصري هو الأول مش أكتر اللي يحفظ المصريون عنه الجمل والعبارات التي قالها على مدى حياته في أعماله الفنية حتى صارت مثلا شعبيا يعني كأن عاد الإمام صانع أمثلة شعبية عارف المثل الشعبي ده بيتكون فأدي إيه في مية متين تلتمية ربعمية خمسمية سنة عشان يعد يتراكم بمثل شعبي عاد الإمام صائغ أمثلة شعبيات تقول لي طبقه ده المؤلفين اللي كتبوها وإلك ومن الذي نطقها ومن الذي أحسها ومن الذي قدمها ومن الذي صاغها بإحساسه وروحه ووجدانه ومن الذي أبقاها وخلدها